عندما يأتي ذكرى يوم التأسيس الجميع يعني يستشعر عظمة وأهمية هذا اليوم في حياة هذه الدولة المملكة العربية السعودية العريقة وأنها تضرب بتاريخها في الماضي أول حديث عن هذه الدولة كان فعلا في زمن مانع بالربيعة المريدي سنة 850 هجري 1446 عندما كان مانع بالربيعة المريدي في المنطقة الشرقية وكان ابن عمه ابن درغ صاحب حجر اليمامة حجر اليمامة هي اللي نوات لمدينة الرياض حاليا حجر اليمامة تنسب حجر لأنها عبارة عن جدار حجر فسميت حجر اليمامة وتركت اليمامة أصبحت تسمى حجر حجر هذه مكانها على وادي الوتر اللي هو وادي البطحة تحديدا حاليا في المنطقة اللي بين شارع الملك فيصل وطريق البطحة وطريق الإمام تركي بن عبد الله من جهة الشمال وامتداد طريق المدينة المنورة من جهة الجنوب اللي المكان اللي فيه الآن البنك الأهلي وأمانة مدينة الرياضة القديمة هذا حجر كان بن درق في قلة من جماعته وكان أيضا يرى أن قدوم أحد من أبناء عمومته وأقاربه يعطي قوة خاصة في ذلك الزمن اللي كان فيه يعني اضطرابات سياسية وأحوال يعني اجتماعية واقتصادية يعني كانت مختلفة كان القوي فيها هو الذي يبقى فكتب إلى بن عمه بالقدوم أو ربما في رواية أخرى ذكرها أعتقد حمد الجاسر أنه كان مار بحجر اليمام وهو التقب بن عمه يمكن ذهب للحج أو شيء من هذا فعرض عليه أنه ينتقل لمنطقة وادي حنيفة منطقة وادي حنيفة منطقة خصبة يعني تمتد من العيين الشمالا إلى الحائر وموراها جنوبا وفيها النخيل وفيها يعني زراعة القمح وغيرها والناس يعني يرغبون أماكن الخصب فانتقل من بلدة الدروع الواقعة بين الدمام وبين القطيف حددها حمد الجاسر يقول تبعد بين بقيق والظهران والدمام والقطيف في المنطقة التي يسمى سبخة بالدفوف في تلك المنطقة فانتقل لما جاء إلى منطقة وادي حنيفة أقطع بن عمه هذا مانع بن ربيع المريدي المليبيد وغصيبة التي على جهة وادي حنيفة الشرقية المليبيد التي في جنوب الدلعية وغصيبة في جهة الشمالية فقطن هناك وسكنوا وأصبح الناس يأتون إلى المنطقة وعمرت وزادت أهمية مانع بن ربيع وأصبح الناس يأتون إليه ويفدون إليه وأصبح له قوة في هذه المنطقة ثم تعاقب عليها بعد ذلك بنوه اللي هو ربيع أهب مانع ثم إبراهيم بن ربيع ثم ابنه موس يعني إلى أن وصلنا إلى عهد محمد بن سعود طبعا سعود بن محمد بن مقرن كان الحاكم لما توفي ما كان يعني محمد بن سعود هو توفي سنة 1138 هجري 1138 هجري حدوث سنة 1726 ميلادي بعد حوالي سنة اختير محمد بن سعود الأمير في ذلك الوقت اختير أمير الدلعية من سنة ألف بل بالتحديد في 30 شهر جماد الآخرة 1139 هجري الموافقة 22 شهر فبراير 1727 ميلادي في هذا التاريخ كان وصول محمد بن سعود بن محمد بن مقرن لحكم الدلعية تميز أهد محمد بن سعود منذ أن تولى بالاستقلال السياسي وهذا الاستقلال السياسي لم يكن موجودا لدى كثيرا من المراء المجاولين سواء في الرياض أو في العيينة أو في حريملة أو في ملهم أو في غيرها من البلدان المجاورة له محمد بن سعود تميز باستقلال السياسي ليس عليه قوة بدليل أن كثيرا من الغزوات جاءت لهذه المنطقة ولكنه كان يحافظ على هذه البلدة ويرعاها بقيمته هو كحاكم لهذه البلدة دون أن يكون عليها حقا لها حقا لها